يعني الجيش لايك وشير وصلي عالزين وادعي لنفسك والوالدين والغير عاوز اقولك على خبر تاني النهار ده كل المواقع واخدام وهو ان نادي ترابزون التركي بعد ما شفنا الحات مصطفى محمد مع جلطة صراي عينوا عالدوري وبيتابع الدوري معجب جدا 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 بأداء كابتن محمد شريف معجب جدا جدا بأداء كابتن محمد شريف وفي تقارير في الصحافة التركية عن رغبة ترابزون التركي في ضم محمد شريف محمد شريف ما شاء الله تبارك الله مع الاهل مكينة اهداف مع المنتخب مكينة اهداف ولما رجع من المنتخب عمل جلسة مع كابتن او مستر موسيماني مستر موسيماني اشاد بي جدا ورفع معنوياته اه اه للسماء وقال له انت من العناصر الاسعان دي في الشرط الهجوم وسيتم الاعتماد عليك بشكل اساسي في المرحلة الموبيلة وشد حيلك ورفع من معنوياته بشكل كبير جدا 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 ولذا لان خلي بالك في فيتا كلوب كان واحد من مفاتيح الفوز الكبير ومع المنتخب ماشاء الله السست وجول فمستر موسيماني عاوز يبنى على ده ويرفع معنويات محمد شريف يرفع معنويات محمد شريف فرفع معنوياته وشد من ازره وغالبا سيكون في التشكيلة الاساسية لعبارات المريخ السوداني السبت الثالثة عصرة باذن الله فموضوع ترابزون التركي لا ده مش ترابزون بس ده ترابزون وغيره من الاندية الاوروبية بيتابع محمد شريف ومعجب بامكانيات محمد شريف وبقدراته ويجب ان نتذكر ان من اعاد محمد شريف كهداف خطير وموهوب هو كابتن حلم طولان في امبي الموسم اللي فات لما رحناك احسن توظيفه اكتشف مهاراته وقدراته الفنية العالية وظفها صح نافس على لقب الهداف اصبح حديث الصباح والمساء في كل القنوات كلاعب مهاجم وهداف خطير وبالتالي حمد شريف واحمد ياسر ريان من العناصر الاساسية اللي هتبقى مستقبل لمنتخب مصر مع مصطفى محمد مع مصطفى محمد التلاتة دول انا شايفهم ومعهم صلاح محسن ومعهم صلاح محسن بصراحة ربنا يعني يشفي كده ويبقى عادوا ارادة غير طبيعية ويشتغل بشكل مميز فترابزون لم يرسل عرضا رسميا ولن يرسل عرضا رسميا وكل ده هيتأجل لنهايات الموسم الجاري نهايات الموسم لسه هيخلص في نصف تسعة الناس تبعت من دلوقتي لا طبعا مش تبعت من دلوقتي لكن في تقارير وفي متابعة اه الناس كلها بتتابع والناس كلها بتتكلم ومتابعين محمد شريف واداءه المميز مع الناد الاهلي ومع منتخب مصر يبقى انا اتجل دلوقتي موضوع احمد فتحي موضوع محمد شريف موضوع احمد سمير مستر موسماني عاوز اقول لك على موضوع اخر وهو بجي بجي لاعب الناد الاهلي المعار الى انقرة جدشو شوف بقى ايه صاحبه حبيب قلبه كابتن جيرالدو الانجولي جيرالدو الانجولي جيرالدو الانجولي اه قال ازن على الودان امرر من السحر خلي بالك قاعدة كده احنا مثلا عندنا شعبي بتقال كده يقول لك ازن على الودان امرر من السحر بجي اللي ميشي بعلقة محترمة مع الناد الاهلي وراح قعد في بلده حد ما خلص موضوع عقدة انقرة جدشو وراح احترف في ناك ومتن وخمسين الف يورو ايه ليه هو ومش راك الناد الاهلي خاك كام وا استمرت الموضوع يعني النهاردة فيه كلام عن فك الارتباط مع الناد الاهلي وكلام حوالين لو ما اشتركش انقرة انقرة مش هتفع 2 مليون يورو في باجي ولا في اي حان رقم كبير بالنسبة له فالكلام على فك الارتباط فعرضوا على باجي ماتين وخمسين الف يورو لفك الارتباط هو يروح ببلاج امير توفيق لما تكلموا لك لا لا الكلام ده مش صحيح احنا باجي موقعين معات وطالبين 2 مليون يورو في الاستغناء عنه طب يا عم الحاج الناس بتقول كذا وكذا وما فيش كذا قالك امشي ورا الناس ولا تمشي وراه يقول له لا امشي وراك يا عم امي انت اللي عندك المعلومات وانت اللي عندك القرارات عقده لو انقارا جوتش وعاوزوا بالاتنين مليون يورو بنية الشراء اهلا وسهلا ما عندوش نية الشراء يبقى خلاص يبقى هيرجع تاني للنادي الاهل ونشوف بقى نسوقوا ازاي نعمل ايه نسوقوا ايه يعجب بقى المسلمان يعجب اي حد ما تعرفش لكن قال لي مفيش حاجة اسمها ان احنا بنفك الارتباط مع باجي ولا ان احنا هنسيبوا ببلاج ولا ان قلتوا ده احد الوكالاء عرضوا نادي الزمالك يا امير قال لي ايه اتكلم يا سمات انا بقولك معلومة وخلاص قلتوا ترجع بالسلامة عم امير من الامارات وما تنساش تجيب شحن موبايل هقول له ايه يعني هقول له ايه هقول له ايه يعني 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 امير باي حاجة يهديها خالص يا عم امير ده في كذا وكذا وكذا يقولك لا مفيش طيب النادي الاهلي برضو اتمرن في استاد الجوهرة النهاردة ومستر موسيماني عمل محاضرة فنية وانضم وولتر بواليا لنادي الاهلي في السودان والاهلي النهاردة عمل مسحة طبية وخلاص دانداري طبعا رئيس بيأسا ومستر موسيماني عمل تقسيمة قوية جدا 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 ظهر من التقسيمة دي انه هلعب بنفس تشكيل وطريقة فيتا كلوب بنفس تشكيل وطريقة فيتا كلوب فهيلعب ضاغط هيلعب مهاجم هيلعب أربعة أربعة أتنين وغالبا مروام محسن ومحمد شريف وتحتهم أفشا وأجاية وتحتهم السلية وديانج وفي الباكليفت أيمن أشرف وفي الباك راية محمد هيني وفي العمكة بدري بنون وياسر عبد العزيز ياسر عبرقوف سوري ياسر عبعيز دا صديقنا الصحفي وحارس المربى محمد الشناو دا اللي ظهر من خلال التقسيمة انه هلعب ضاغط وهلعب للفوز وهيعمل نتيجة كويسة وهيحاول يحقق نتيجة طيب أيوة أربعة أربعة أتنين نجحت مع المسلماني مع فيتا كلوب وجابت نتيجة إيجابية فده اللي بتكلم فيه بكرة إن هيبقى الربيعي الشناوقن أيمن أشرف ياسر عبد الرقوف بدري بنون محمد هيني ديانج السولية أجاييه أفشا وفي الهجوم مراوم محسن ومحمد شريف مراوم محسن ومحمد شريف فده شكل الفرقة اللي موجود في التدريبة النهاردة وفي التأسيمة القوية اللي تمت على أستاذ الجوهرة والصفارة المصري هناك بتقدم كل الدعم والمساندة لبعثة النادل أهلي والمهندس أو الأستاذ خالد الدرندالي ياسر إبراهيم من ياسر عبروف ده الحاكم ياسر عبروف بقى أنا أقول ياسر عبر أزيز أو ياسر عبرقوف ياسر إبراهيم يا عمامات متشكري يا محمد يا بحسين وبالمناسبة برضو النهاردة أكد المهندس أحمد مجاد رئيس تحاد الكهرة لأن السوبر الإفريقي خلاص ياسر إبراهيم هشام السيد ماس محمد إبراهيم خليل ماس محمد عبوهاب ماس سامي مراد ماس ياسر إبراهيم والله برافو عليكم أنا غلط تحققكم علي ويوسف عطا ماس وصاب عبدالله ماس وأحمد محمد عوض ماس وهشام عبدالله ماس المهم أن السوبر الإفريقي النهاردة أكد معاده المهندس أحمد مجاد رئيس تحاد الكهرة أنه سيكون يوم 28 مايو بإذن الله بإذن الله بإذن الله إذا كان ده الناد الأهلي إذا كان ده أخبار الناد الأهلي ومفاجآته وتشكيله بإذن الله عاوز هاتكلم في موضوع خاص بالأهل والزمال وبعدين أخش على أخبار نادي الزمال أول حاجة عاوز أتكلم فيها في موضوع الأهل والزمال موضوع مباراة السلام لازم نحمد ربنا على خروج